وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف جولته التفاقدية بالمحافظات بالزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تعوق الارتقاء بمنظومة التعليم على أرض الواقع واستعدادات العام الدراسي الجديد ينقش وزير التربية والتعليم خلال زيارته الميدانية المحافظات المقترحة والأليات المختلفة التي تم بلورتها لمواجهة تحدي الكثفات الطلبية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس